السلام عليكم صباحكم هنة وسرور وفرح وتفاؤل وخير وبركة وردة من الرحمن يا رب صباح الفل على عيونكم الحلوين معاكم ايمان سعيد والنهاردة هنعمل وجبة عشا جبارة حلوة جدا شوية بيت شوية دقيق وبصلتين هنطلع وجبة العشا الظريفة الخفيفة اللطيفة دي ممكن تضيفيها بقى شوية فلفل لو انت عايزها حمية شطة زي ما تحبي في الله بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام ونشوف هنعملها ازاي معايا هنا كيلو من الدقيق ضفت عليه معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من السكر وهبدأ اعجنهم بمية دافية كيلو الدقيق الدقيق يأمان بالكبيات بيكون حوالي 7 كبيات من كبيات الشاي اللي احنا بنشرف فيها شاي كلنا لها المجات بياخد قد ايه مية عشان العجل المية لازم تكون معاك دافية بياخد معايا مية قد ايه بياخد معايا كل كيلو دقيق بياخد من نص لتر مية لحد خمسمية وخمسين ملي من المية ابدأ بنص كيلو مية او نص لتر مية وبعد كده لو دقيق يحتاج بتديله واحدة واحدة بعد ما ضفت المية بضيف المية تدرجيا وبعجن واحدة واحدة انا بصراحة برتاح كده في العجن على الرخامة المية كمان لازم تكون دافية بفضل عجل 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 لحد ما العجينة تلم معايا عجنتها المدة قد ايه عجنتها المدة حوالي 10 دقايق لحد ما بقت معايا مططية وليها عرق ونعمة وحلوة بالشكل ده تمام كمان بيكون فيها تلزيق بسيطة انا عجنتها لحد ما سابت ايدي بعد كده قسمتها لتلات كرات وجبت هنا صانية وزيت دهنت الصانية بالزيت وكل كورة من الكور دي هتعمل معايا صانية تمام بدأت اقسم كل كورة من اللي انا عملاهم لاتنين وبدأت ادهنهم زيت وارصهم في الصانية هنا علشان انا عايزاهم يرتاحوا اسمت اول واحدة ودي التانية واحدة بحاول بقى اساويهم كده وخليهم قضبع لازم ادهنهم زيت علشان العجينة متعملش قشرة معايا وكمان لما يجي افردها بعد كده متبقاش بتشد معايا لازم ترتاح معاك على الاقل ربع ساعة هنا انا خلاص قطعتهم وبدهن وشهم زيت بغطيهم بكيز من البلاستيك وبس بهم يرتاحوا حوالي ربع ساعة لحد ما بجهز البصل والبيت بتوعي تعالوا بقى نشوف الحشوة الظريفة الخفيفة دي معايا هنا بقى حوالي بصلتين كبار كده حلوين انا فرماهم فرم لكن مش رفايا عايزا شوية خشن ضفت عليهم ربع كباية من الزيت وبدأت اشوح فيهم على نار هادية انا عايزاهم يدبلوا ما ياخدوش لون تمام يدبلوا بس اهم دبلوا معايا بضيف شوية ملح وشوية فلفل اسود وبس كده ما بضيفش حاجة تاني بديهم بقى تشويحة اخيرة وبسيبهم لحد ما بيبردوا معايا خالص انا عايزاهم يكونوا بردين وهقولكوا ليه دلوقتي سبتوهم بردوا معايا ونقلتوهم في طبق كده تمام عايزاهم يبقوا بردين علشان لما اضيف البيض البيض ما يستويش معايا عليهم معايا هنا بقى خمس بضات ضربتهم كويس جدا وانزلت بيهم على البصل بتاعي بالشكل ده وبدأت اقلبهم مع بعض كويس جدا لو انت عايزاها حامية الوجبة بتاعتنا لو عايزاها حرقة شويتين هنضيف فلفل حامي وده اللي انا هعمله فصانية منهم معايا كمان هنا بقيت الزيت حوالي نص كباية زيت وعليهم نص كباية من الزبدة يمكن نستخدم اقل من كده كمان تمام بدأت احضر الصواني بتاعتي انا معايا هنا 3 صواني اللي هم بتوع البيتزا بدأت ادهنهم كده بالمادة الدهنية اللي معايا اللي هي زيت وزبدة تقدر تعملي زيت وسمنة وتقدر تعمليها بزيت بس زي ما تحبي بعد ما جهست معايا الصواني والحشوة كانت العجينة ارتاحت بدأت بقى احضر في العجينة ضفت كده على الرخامة بتاعتي شوية من الزيت على الزبدة وحطيت العجينة الاولانية او الكورة الاولانية وبدأت افرد فيها بايدي بصوا بتفرد ازاي بسهولة بس ساعد نفسك في الفرد بشوية من الزيت تمام اللي هو الزيت على السمنة ببدأ اشد في طرفها كده لحد ما تبقى رؤيئة معايا زي عجينة الفطير بالزبط بصوا كله بايدي انا محتاجتش النشابة العجينة حلوة علشان اتعجنت معايا كويس جدا وعشان كمان ارتاحت معايا كويس جدا جدا بصوا بقى الحشوة بتاعت الزريفة دي عايز اقولكو طعمها تحفة 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 جربوها تعجبكو جدا بالمناسبة الاكلة دي اللي علمها لي جوزي بصراحة يعني هو ما كان بيعملها وكان بيأكلها في الحسين يعني الناس اللي بتسكم في الحسين بتعرفها حطت الحشوة وبدأت اطبق عليها العجينة بالشكل ده حابة تخليها رأ واحد وتحطيها في الصينية على طول براحتك حابة تعمليها زي ما انا هعملها كده وتبقى رأين وتخليها مورقة اكتر برضو براحتك يعني ممكن الوجبة دي تعمل معاك ست فطير لو انت هتعمليها على رأ واحد بدأت افرد هنا بقى في العجينة التانية اللي انا هاخدها رأ تاني للفطيرة بتاعتي تقدري تعمليها فطيرة تمام يعني الواحدة تبقى زي البغاشة الكرة الواحدة تعمليها فطيرة على طول تمام فردتها كده وبرضو ساعدت نفسي بالزبدة على الزيت واخدت كده الجزء اللي انا كنت حشية وهبدأ اضيفه على طول على العجينة التانية اللي انا فردتها زي ما قلت وبأكد تقدري تعمليها بواحدة بس يعني انت مش مضطرة تعمليها براقين زي ما انا عملاها كده لو انت عايزها اخف تمام هنا بقى طبقتها كده عليها وبحطها في الصينية وببدأ احاول كده ادخل الطروف بتاعتها وديها شكل التدويرة اهي سهلة خالص بصوا الهواء حلوة قد ايه والعجينة بتاعتي مضبوطة على الاخر المهم تعجينيها لمدة حوالي ربع ساعة لحد ما تلاقيها بقت بتمط في ايدك هنا بقى انا فردت واحدة تانية وهعملها بالفلفل الحامي هاخد شوية كده من البضع البصل هحط عليهم شوية من الفلفل وهبدأ احشي بيهم تمام انا مش هنزل بالحشوة دي كلها هخلي حبة احطهم معايا على الوش بتاعها تقدر تحشي اي حشوة تانية تقدر تحشي بيت بس تقدر تحشي جبان زي ما تحبي هعمل نفس الخطوات هبدأ بقى لمها حبة تدي كده بين الرئات حبة زبدة ادي براحتك شايفين الجمال حلوة قد ايه هفرت برضو العجينة التانية بتاعتها وهعمل نفس الخطوات تمام هدي كده اشد واتني اشد واتني لحد ما حس ان هي رقيقة معي لو العجينة تقطعت منك قطعي كده في الطرف قطعي كده عادي جدا ما بيجراش اي حاجة الفطيرة التانية بقت جاهزة معايا طبعا لما باجي اخليها ترتاح لازم اغطيها بكيس بلاستيك علشان الوش بتاعها ما ينشفش معانا ويعمل طبقة مش حلوة وبعد كده تقطع معاك دي اول واحدة بقى انا كنت عملاها انا كده عملت التلاتة هبدأ افرد فيها خلاص بتكون ارتاحت لما بترتاح معاك التاني مرة تيجي تفرديها في الصينية بتفرد في منتهى السهولة شايفين ما شاء الله لعجينة معايا واخدى يعني شبعانة هواء ده هيخليها مورقة معاك يا اكتر هفردهم بقى كلهم بالشكل ده طبعا بكون مشغلة الفرن بتاعي اول ما ببدأ احشي فيهم بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 وبجهز الرف الوسطاني اللي هو الشبكة اخر حاجة بقى بعملها معايا بضاية هنا هضيفها على بقية الحشو علشان ابدأ اضيف الحشو ده على الوش نفسه انا عملت الثلاث فطير حطيت واحدة على وشها بيت ببصل والتانية بيد وبصل وفلفل والتالتة حطيت عليها زبدة بس خليت بس الحشوة من جوه عشان عندي محمد ما بيحبش البصل اللي على الوش ده تمام يعني تقدر يطردي كل الاطراف براحبك ده كده شكل التلاتة دي بالبصل ودي بالبصل والبد والفلفل ودي بالزبدة هدخلهم بقى فرن سخني جدا على درجة حرارة 200 بياخدوا معايا حوالي ربع ساعة بس كده مش اكتر لو لقيت وشها محمرش معاكي شغلي عليها الشواية لمدة لحظات اول ما بتخرج معايا من الفرن بغطيها على طول بفوتة مطبخ تكون مبلولة شوية تمام علشان تحافظ على طروتها بعد كده بقى بقطعها يعني بغطيها بفوتها لمدة حوالي دقيقتين تلاتة عشان تبقى طرية معاكي بعد كده بقى بقطعها ونشوف بقى الجمال بتاعها حلوة قد ايه عايز اقول لكم طعمها يعني خاطير حلوة جدا وعملتي عشب حاجات موجودة في البيت بيط دقيق بصل فلفل زيت خلاص خلصت العشوة بتاعتك شايفين التوريق او الطبقات والجمال والحشوة حاجة مفيش بعد كده والله جميلة جدا مش هتحتاج معاكي غير كباية حاجة ساعة ودوقي احلى عشب حياتك شايفين كمان التروة بتاعتها قد ايه قدار تخلي الفوتشير بتاعك من غير حشوة خلص وبقى معاكي فوتير مشالتت ده بقى كان فيديو النهاردة معاكو يا رب بيكون عجبكو ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو وتشاركوا اصحابكو الفيديو بتاعي وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب كان معاكم ايمان سعيد والسلام عليكم مع السلامة